بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قلوات عين Hello my students How are you everyone? All good? الحمد لله نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي المرحلة المتوسطة لظفوف التربية الفكرية الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الأول المادة لغة إنجليزية موضوع الدرس نبدأ درس جديد My city, hospital and police معكم إلهام الهوش Online class rules قوانين التعلم الإلكتروني Our class rules Looking eyes ننظر بأعيننا جيدا Listening ears نستمع إلى المعلمة Quiet mouth نلتزم الصمت Helping hands نساعد بعضنا البعض وحين نطلب المساعدة نرفع أيدينا Listen for is my city ماذا تعني كلمة city City كلمة city تعني مدينة وسيكون الهدف العام لهذا الدرس Main objective After lesson 4 My students will be able to recognize places in their city مع انتهاء الدرس الرابع بإذن الله سيتمكن طلابي وطالباتي من معرفة بعض الأماكن في مدينتهم Learning objectives أهداف هذا الدرس After this lesson My students will be able to مع انتهاء هذه الحصة سيتمكن طلابي وطالباتي من Name the hospital when they see one تسمية المستشفى عندما نشاهده Name the police station when they see one تسمية مركز الشرطة عند رؤيته Match the world Hospital and police with the correct picture نصل أو توصيل الكلمة hospital and police مستشفى ومركز الشرطة مع الصورة المناسبة What do you see? Look at here فلننظر هنا فلنركب هذه القطع وننظر إلى الصورة بدأ يظهر لنا مكان موجود على شارع نشاهد هنا سيارة إسعاف وهنا أطباء يعملون وهنا مريض في غرفة العمليات ما هو هذا المكان? What is this place? أحسنتم مستشفى باللغة الإنجليزية يسمى hospital Repeat after me hospital 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 ماذا تعني كلمة hospital؟ مستشفى أحسنتم المفردة الثانية أو المكان التالي نقوم بترتيب القطع حتى نحصل على شكل واضح أيضاً نشاهد أنه مكان آخر يوجد على شارع يبدو أنه مركز ونشاهد هنا سيارة شرطة وشرطيين فما هو هذا المكان؟ مركز الشرطة أحسنتم مركز الشرطة يسمى باللغة الإنجليزية police station أو police أحسنتم repeat after me police 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 great job الآن نفتح الكتب نفتح الكتب open your book page 368 صفحة 368 practice number one التمرين الأول listen and repeat نستمع ونردد نستمع إلى المعلمة hospital 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 بصوت أعلى hospital great job police 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 excellent where is the hospital excellent this is the hospital where is the police excellent ماذا تعني كلمة hospital تعني مستشفى great job ماذا تعني كلمة police أحسنتم مركز الشرطة next page page 369 صفحة 369 practice number two التمرين الثاني match ماذا تعني كلمة match 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 نواصل أحسنتم يفضل دائما في التوصيل استخدام ألوان مختلفة نشاهد الكلمة الأولى police 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 where is the police where is the police station أحسنتم this is the police نقوم بالتوصيل بين الكلمة والصورة excellent المفردة الثانية hospital hospital where is the hospital great job أحسنتم رائعين يا طلابي repeat after me police police hospital hospital أحسنتم page 369 صفحة 369 practice number three التمرين الثالث trace ماذا تعني كلمة trace نقوم بماذا؟ بالكتابة على النقاط أحسنتم نكتب الكلمات hospital and police نبدأ بالكتابة نكتب فقط على النقاط في البداية نبدأ بكلمة hospital so letter H H letter O letter S letter P P T A L hospital hospital الكلمة الثانية الكلمة الثانية ستكون واجب منزلي home work لا ننسى تدوين كلمة واجب أو home work أو نضع علامة نجمة حتى نتذكر حل الواجب التمرين التالي practice number 4 صفحة 370 page 370 match ماذا تعني كلمة match؟ نصل أحسنتم نقرأ هذه الجملة where does the cop work؟ أين يعمل الشرطي؟ in English hospital no أحسنتم police أحسنتم police station الجملة التالية where does the doctor work؟ أين يعمل الطبيب؟ in the police no أحسنتم أين يعمل الطبيب؟ in English where does the doctor work؟ أحسنتم hospital great job نقوم بالتوصيل excellent recommendations أو توصيات do your homework نكتب كلمة police نكتب فقط على النقط لا ينبغي حفظ كتابة هذه الكلمة فقط نكتب على النقط حتى نعتاد على شكل هذه الكلمة ونستطيع تمييزها عندما نراها نكتب كلمة police practice نتدرب على ماذا؟ تسمية الأماكن في مدينتي مثل hospital police be prepared for the next class ونكمل درس my city lesson 4 بإذن الله listen to an English language من المهم الاستماع دائما إلى اللغة الإنجليزية حتى تصبح هذه اللغة أكثر سهولة درس اليوم all about my city ماذا تعني كلمة my city 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 تعني مدينة وحين أقول my city my city مدينة أحسنتم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدينة